في ذكر عاشراء الثورة والإباء يستذكر ذوي شهداء تشرين أبناءهم الذين ساروا على خطى الحسين عليه السلام وقدموا أنفسهم في سبيل الإصلاح ليجسدوا بتضحياتهم الرسالة الحقيقية التي أراد الإمام الحسين إيصالها وقدم في سبيل ذلك روحه وأهل بيته وأصحابه ونحن في ثورة عاشراء هذه الثورة العظيمة ثورة أبا الأحرار حقيقة هذه الثورة التي يطالب بها اليوم الإمام السستاني يقول فيها يوم عاشراء وفي ثورة عاشراء نطالب الأمة الإسلامية والشعب العراقي خصوصا بالثورة ضد الفاسدين الثورة الإصلاح ضد الظلمة والقتلة ونحن عوائل شهداء تشرين اليوم مع هذه الثورة ولكنه بمطالب المطالب أولا الكشف عن قتلة شهداء تشرين ثانيا إعادة كتابة الدستور ثالثا الدعوة إلى انتخابات حرة مبكرة نزيهة أهالي الشهداء بيّنوا أنهم ماضون على ما مضى عليه أبناؤهم من رفض للظلم وعدم السكوت على الضيم وأنهم لا زالوا مستمرين بالمطالبة بما خرجت من أجله ثورة تشرين من الأخير نحكيها على قادة الأحزاب اللي إجتنا ويّل الدبابات الأمريكية أن يغادرون العراق الحل الوحيد هذا إحنا عوائل الشهداء وصلنا إلى آنها هاي النتيجة خلي يغادرون العراق لحد الآن السلمية كاظتها المرجعية وكاظتها ناس مثل ما نقول مقتدرة عليها خلي يطلعون لأن نسحلهم بالشوارع سحل وإحنا أساسا ما نؤمن بالسلمية نهائيا بس اللي مسكتنا غير المرجعية ما مسكتنا كتلة ولدنا إجاء ولدنا منناك منناك إجاء لبيوتنا وكتلة ولدنا تتوقع هنا نسكت لا يستحيل وتبقى الثورة تشرين مستمرة مستمرة إلى تحقيق المطالب تغيير المنظومة السياسية وتغيير أنظمة الحكم وتغيير الدستور هاي مطالبنا دم ولدنا ما طيناها لهم قضعة ثلاث عشر ملايين وقضعة ثلاث أنا ما ممدي للحجد الشعبي لو ممدي للجيش يستشهد لا يقتصر هذا اليوم على استذكار الشهداء تشرين بل تتعالى الأصوات الحرة مطالبة بالقصاص من قتلتهم ليسجل بذلك انتصارا لدماء الشهداء على رصاص الطقات لقناة زاقروس تيفي علي صالح إيقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر